الإسرائيلي مضطر أكثر وأكثر للإعلان عن قتلاه وإن كان بالقطارة وأقل من الأعداد المطلوبة لأن الصورة تلاحقه يعني أنا تذكر في عدد من أيام العدوان كان هناك إعلانات معينة للاحتلال بتاريخ محدد أن هناك مثلا ثلاثة أو أربع قتلى بينما المقاومة في نفس اليوم تصدر فيديو وبنفس التاريخ ويكون فيه بالحد الأدنى يعني من يشاهد طبيعة الإصابات والانفجارات والاستهدفات تظهر عددا أكبر من القتلى ولذلك اضطر الاحتلال إلى محاولة الموازنة وإلا لو غابت هذه الصورة أو كانت ضعيفة جدا إذا قسنا تطور الإعلام الحربي والعسكري وفق مسمى كل فصيل بالسنوات الماضية سنكتشف أنه لا يمكن للإحتلال أن يختبأ أكثر أو يخبأ أكثر مجموعة من هذه الأرقام وهذا بالضبط ما يجعلنا نستنتج شيئا أساسيا أن المقاومة منذ التسعينيات عندما بدأت تجربة حزب الله وحتى ربما في نهاية الثمانينيات عندما بدأت هذه التجربة في توصيق العمل لم تكن موجودة لدى الفلسطينيين ولكن في بداية الانتفاضة الثانية على وجه التحديد عندما بدأت العمليات العسكرية بدأت توصيق ربما فلسطينيا للعمليات نفسها كانت توصيق أكثر ما يكون في التسعينيات للاستشهاديين لوصاية الشهداء بهذا المعنى ولكن لم تكن هناك قدرة على تصوير العمليات بصورة مباشرة وإنما كان الإعلام الإسرائيلي هو من يتحكم بنتيجة الحصيلة عندما يقول أن هذه العملية نجحت أو لم تنجح هذه العملية حققت خسائر وما مقدار هذه الخسائر ولكن منذ بداية الانتفاضة الثانية استوعبت المقاومة الفارق الكبير في التجربة وراكمت على هذا الأساس أنه لابد من تطوير الإعلام الحربي نقول أنه في سنوات الانتفاضة حتى 2005 لم تكن التجربة أيضا بعد ناضجة ولكن بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطعة غزة والفرصة التي أعطيت لإعادة تنظيم صفوف الخلايا العسكرية لكتائب القسام ولسيراء القدس ولكتائب شهداء الأقصى يعني بعد عام 2008 يمكن أكثر نضجت هذه الفكرة بصورة واضحة ووصولا إلى اليوم إلى 2023 من دون ضرورة لاستعراض المراحل التقرير عرض جزءا منها بصورة أساسية ولكن الفكرة اليوم أن الإعلام الحربي أولا يواكب الحدث يعني في أسوأ الأحوال إذا رقبنا هذه الحرب على وجه التحديد نجد أنه يمكن أن يجمع حصيلة يومين أو ثلاثة معا ولكن في غالبية ما تقدمه المقاومة فيديوهات نحن نتحدث عن فيديوهات حدثية يعني يمكن أن تأخذ عملية التصوير والمنتاج من بعد الحدث وإرساله إلى وسائل الإعلام معدل ست ساعات إلى 12 ساعة كأقصى حد وهذه تحديات كبيرة يعني حتى بنقل هذه الصورة يعني بهذه أيضا المهنية التي باتت تتمتع بها القدرات التكنولوجية الكبيرة هذا أيضا يسجل للمقاومة بظلد حديات جغرافية زمنية وحتى وصول هذه الأشرطة بأمان إلى من يونتج صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي متفوق بآلته العسكرية على مجمل الجيوش العربية وعلى المقاومة الفلسطينية ولكن في هذه الحرب لم يتفوق بالإعلام أبدا لا من ناحية نصدقية الرواية الإعلامية ولا من ناحية زخم التصوير ونحن مر تقريبا شهران ونصف وكنا سنقلق ثلاثة أشهر من هذه الحرب ولم يقدم حتى الآن فيديو قتالي واحد لاشتباك واضح مع عناصر المقاومة قدمه الجيش الإسرائيلي وأظهر فيه إما استشهاد عناصر قتلهم بصورة مباشرة هناك فقط ضربات من الجو وأما استسلام عنصر مقاومة خلال معركة لم يقدم أي فيديو من هذا ولا حتى تحرير أسير إسرائيلي واحد على قيد الحياة منا